العربية هنروح الولايات المتحدة الامريكية وما اعلنوا البيت الابيض بان الرئيس الامريكي دونالد ترامب اقال مدير مكتب التحقيقات الفدرالي جيمس كومي الاف بي اي وقال البيت الابيض في بيان اصدره ان ترامب ابلغ اليوم مدير مكتب التحقيقات الفدرالي بانه قرر اعفاءه من مهامه واقلته من منصبه المفاجأة دي جات بعد الكشف عن اعطاء كومي معلومات غير دقيقة للكونجرس بشأن رسائل البريد الالكتروني الخاصة بوزيرة الخارجية الامريكية السابقة هيلري كلينتون فاكرين موضوع الايميلز والايميلز دي بعد كده تسببت في انه هيلري خسرت بعض الاصوات لم تنافس بقوة شديدة في الانتخابات حتى على مستوى الاقتراع المباشر ثم بعد ذلك في المجلس الانتخابي يعني كان في قصة ترامب بيقول في الرسالة اللي وجهها الجيمس كومي انه بيتفق مع توصية من وزير العدل جاف ساشنز بانه لم يعد قادر على ادارة المكتب بالشكل المطلوب الحقيقة انه كومي تدخل مرتين في مصار الانتخابات الرئاسية الامريكية ده طبقا للجماعة الامريكان مرة كانت في شهر يوليو والتانية كانت في اكتوبر لما قدل بتصرحات بشأن تحقيقات مكتب او التحقيقات اللي اجراها الاف بي اي مكتب التحقيقات الفدرالي في الرسائل الالكترونية الخاصة بهيلري كلينتون وزيرة الخارجية السابق طيب قرار اقالة كومي طبعا اثار مجموعة من الانتقادات الواسعة في واشنطن خصوصا وانه كان بيترقس مكتب التحقيقات حول مزاعم علاقة حملة ترامب الانتخابية بروسيا ووصف الديمقراطيين في مجلس الشيوخ بانه هذا القرار امر شبيه بقرار الرئيس الامريكي السابق او الاسبق ريتشارد نيكسون باقالة القاضي المستقل اللي كان بيحقق في فضيحة ووترجيت الشهيرة دعا زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب او في الكونجرس الى تعيين قاضي مستقل للتحقيق في مزاعم وجود تنسيق ما بين روسيا وفريق حملة ترامب الانتخابية وإلا هيكون من حق الامريكيين التشكيك بقرار اقالة جيمس كامي وانه سبب اقالته ليس بسبب رسائل الالكترونية الخاصة بهيلري كلينتون يعني من الآخر زعيم الديمقراطيين شايف ان اقالة كامي جات بسبب فتح تحقيقات حول علاقة ترامب بالروس في مسألة انتخاباته